موسيقى 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 حاجة في انجيل ماتة أصاح خمسة وعشرين ربي صار المسيح أعطى تشبيهات لملكوت السماوات يشبه ملكوت السماوات بعشر عزارة في نهاية الوصافة للحاكمات دخلوا مع العريس والجاهلات ما دخلوش لما عدت فكر في المسألة في سبع صفات بيتحدوا فيها الحاكمات والجاهلات مع بعض تخيل؟ زي بعض تماما على وجه السرعة لو رجعنا المثل الموجود أو التشبيه يشبه ملكوت السماوات بعشر عزارة نمرأ واحد كلهم عزارة يعني الحاكمات عزارة والجاهلات عزارة انت مسيح ولا مسيحي انت بتؤمن بالله وانا بتؤمن بالله كلنا عزارة اتنين خرجنا ومعانهم مصابيح مين المعان مصابيح الحاكمات والجاهلات والجاهلات معهم مصابيح والمصابيح فيها زيت عند الحاكمات وعند الجاهلات المصابيح دي اشارة الى كلمة الله الكتاب المقدس لان سراجوا لرجلي كلامك ونوروا لسبيل فمعهم مصابيح طب لما معهم مصابيح يبا دول معهم مصابيح انت عندك كتاب مقدس وانا عندك كتاب مقدس انت بتقرأ الكتاب وانا بقرأ الكتاب طيب لما تأخر العريس كلهم نعسنا جامعهن ونمنا من اللي نام؟ الحكيمات والجاهلات ناموا نعصوا جميعا هل مرات المؤمنين يبقى حل تصرفاتهم زي تصرفات الجاهلات دي الحقيقة لحظات ضعفهم لما بيناموا فالحكيمات والجاهلات نمنى جميعنا ونمنى الحاجة الرابعة لما صار صراق خوذ العريس مقبل اخرجنا للقائيه قامت جميع العزارة كلهم سمعوا الصوت الحكيمات سمعوا والجاهلات سمعوا النهاردة الرسالة اللي بسمحها بسمحها مؤمن ويسمحها خاطر كلهم يسمع عن كلمة الرب سمعوا صوت صراخ العريس كلهم نهضوا وبدأوا يصلحوا المصابيح كلهم بلززنا بس كانت المفاجأة الحاجة الوحيدة ان الحكيمات اخذنا فيه آنيتهن زيتا ولم يأخذنا الجاهلات فيه آنيتهن زيتا الآن هي المسئولية الشخصية عزيز المشاهد النهاردة قبل ما نختم الحلقة حتى لو كنا منتكلم عن كل ده أو صدمته وانت نفسك مش عارف انك في الإيمان ولا مش في الإيمان انت مؤمن حقيقي ولا مؤمن مخدوع الأمر هنا يتطلب ان لو الروح القدس جواك هيشهد ليك عن هذا الإيمان لان الروح نفسه يشهد لأرواحنا ان احنا أولاد الله فالنهاردة بدعوك انك تقف وقفة صادقة مع نفسك وامتحن إيمانك هل أنت في الإيمان حقيقة وإذ ليك نفسك متشكك أو مش على يقين من دو صلي الصلاة دي بمطالة بساطة وبكل ثقة يا رب تعالى ادخل لقلبي غير قلبي وغير حياتي تعالى بروحك القدوس لحياته وغيرني لأن الجاهلات لما ماخدوش زيته رحوا يخبطوا على العريس قال لهم قد أغلق الباب عزيز المشاهد الباب للآن لم يغلق لكن ما زالت الفرصة مفتوحة قدامك الله حاضر الحلقة دي مش عشان نشاور عليك ونقول إيه نوع إيمانك مش يفرق معنا احنا عايزين نقولك تعالى إلى الإيمان الحقيقي هذه فرصة رائعة بيقدمها الرب ليك بالروح القدس من خلال هذا البرنامج علشان ليكون نور في قلبك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة